لأن انت بتتكلم بس عشان الناس تبقى عارفة هي حدث مفروض رياضي بيحصل كل أربع سنين للدول اللي هي بتطل على البحر المتواصل زي ما كنت بقول لحضراتكو دي النسخة ال-19 منها أنا عايزة أقول بعض المعلومات كده بس خلينا نبدأ معاك بأول أخبارنا علشان إيه الكلام يبقى ماشي بالترتيب خلينا نبدأ معاك أول حاجة خاصة هو عموما يعني كده كده كله مرتبط ببعض لا العبارة في بيتها نحن في الأخير بنتكلم على نفس الدورة اللي طبعا بتقام زي ما نهواندي بتقول لحضراتكم كل أربع سنين وبطبيعة الحال حتى اسمها بيقول إيه يعني هي طبعا مقامة أو بتقام للدول المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط يمكن بداية كانت سكندرية وهتلاقوا سكندرية حضرة معنا بقوة كل ما بتيجي سيرة البطولة دي وخصوصا طبعا فيما يتعلق به نجمة الإسكندرية أو السهم الإسكندراني كما أطلقوا عليها هنتكلم طبعا بالتفصيل عشان تعرفوا أنا بتكلم على مين على كل الأحوال يعني لازم نقف تقديرا واحتراما لكل البعثة المصرية اللي شاركت فيه هذا الحدث الكبير الحقيقة كل اللي قدموه عبارة عن أداء راقي جدا ومنافسة شديدة جدا حصلوا بمجابها الكثير من الميداليات الحقيقة مبارح بس كان فيه أربع ميداليات دهب واحدة فيه السلاح لزياد السيسي واثنين لرفع الأثقار لنعمة السعيد واحدة لبسان تحميدة اللي أنا كنت بتكلم مع خضراتكم عنها من شوية فازت مبارح بميدالية الدهبية في سباق 200 متر يعني عدو طبعا ده غير الفضيات الفضيات والبرونزية في حصاد الأمس لوحده ده يخلينا مرفوعي الرأس وسعداء جدا جدا وفقرين جدا بكل الإنجازات اللي حققوها أبطلنا وبطلاتنا يعني يمكن بسان تحميدة بصفة خاصة عشان يومين وراء بعد أول مبارح خادت الميدالية الدهبية في العدو مسافة 100 متر وإنبارح الميدالية الدهبية التانية لها في عدو 200 متر يعني هذه الفتاة السكندرية الجميلة الحقيقة من أول ما بتنطلق في أي سباق من السباقات اللي شاركت فيها واللي تبعناها مش مجرد بتفوز لا دي بتفوز يعني عاملة مسافة كبيرة في مسافة كبيرة بينها وبين أقرب المنافسات لها الحقيقة حاجة محترمة جدا وإنجاز مشرف كلنا فخورين الحقيقة بمشاركة البعثة المصرية بالكامل ولا سيما بطبيعة الحال أبناء وبنات النادي الأهلي اللي أنت بتعايزة تكلمي أو نقف عندهم أنا بتفق معك جدا جدا في النقطة دي إحنا الحد دلوقتي حصدنا يعني 43 ميدالية إحنا نتكلم بقى بلغة الأرقام حصدنا 43 ميدالية بينهم 11 دهب 14 فضة و18 برونز بس في نقطة أو في حاجة برضو لازم نتكلم عنها هنا وهي عدد البنات لأن انت بتيجي بقى تتكلم عن مشاركة النسائية عدد البنات اللي حصدوا ميداليات هم 13 بنت بالإضافة لفريق تانس التولة سيدات اللي حصد الدهب وهو مكوم من 3 بنات ماريم الهوديبي ودينة مشرف وهنا جودة مجموعة 16 بنت وهنا الواحد مش عايز يتكلم اللي هو يعني يبقى فيه تمييز من بنات ولاد أو كده لكن فيه هنا رسائل احنا ممكن من خلال اللي بيحصل ده نوصلها يعني والرسائل دي ممكن انها توصل للأهالي الناس دايما أو الأهالي دايما لازم يكونوا حطين في دماغهم ان الرياضة للجميع مفيش بس وردي ابني يتمرن وبنتي لأ الرياضة مش مضيعة وقت بالعكس كل أبطالنا تعلمهم عالي جدا ونجحين في دراساتهم عرضنا أنا وكريم نماذج كتير جدا وغيرنا من الزملاء عرضوا نماذج كتير جدا قس الشخص الناجح الكريم بيبقى ناجح في ده وده ما ينفعش يبقى شخص ناجح في حاجة واحدة النجاح بيبقى على الكل يعني ما تلاقي تقول ده بني أدب ناجح لازم يكون ناجح في كل نواحي حياة بتاعته وفي من هما بعد دواي برضو في ناس كتير من أبطالنا متجوزين ونجحين الاتنين في لعبتهم فعندك مسأل حديك على سبيل المثال هي متجوزة طبعا في مين كانت متجوزة؟ نسمة حميدة نسمة حميدة متجوزة من المدرب بتاعها ما عفتش عفوا من محمد عباس يعني ده ثنائي جميل جدا عندك برضو في الرماية بسانت حميدة عفوا وأحمد زاهر ويماجي عشماي وغيرهم وغيرهم فما عليش يا جماعة الله فلا نماذج محترمة ومش القصة ان انت تتجوز بس من المجال بتاعك القصة ان انت عندك مشوار بتحققه برك إطار برضو أو الإطار النمطي اللي هو التعليم وأهم حاجة بعد كده الشغل والجواز لا انت ممكن ان انت تبقى بطل وممكن انت تبقي بطل رياضية ترفعي اسم مصر احسن من اي حياة نمطية تانية وممكن برضو تبقى بطل رياضي وفي نفس الوقت عندك حياتك العادية فالموضوع لا يقاس بهذا الشكل بس على كل حال نموذج رائع وبداية موفقة جدا وحاجة كده تكتبت بجد في التاريخ قد ايه المرأة المصرية قد ايه المرأة المصرية قد ايه تحقق بطلات وانجازات وترفع اسم بلدها في كل الرياضات مش في رياضة واحدة مثلا في كافة الرياضات حاجة عظيمة جدا مشاركة مميزة جدا فيها دي الدورة وهران عشرين اتنين وعشرين وكان بقالنا كتير ما بنفرحش يعني ايه بالمعدل ده بالزبط بالزبط بسم الله ما شاء الله احنا كل يوم والتالي بنتكلم مع حضراتكم عن اه يعني ارقام قياسية بيتم تختمها في النص كده يعني اثناء الفصول على ميداليات ما بين دهبية وفضية وبرونزية انجازات محترمة جدا الجزء برضو اللي نهواند بتتكلم فيه عندها حق في مليون في المية لو حضراتكم بتتابعوا برنامجنا من اول ما بتدينا بقالنا دي سنة تانية تقريبا ما فيش نموذج كان موجود معانا دي بطل او بطلة في عالم الرياضة بشكل عام غير لما كان فعلا ناجح على كل الاسعاد لان المبدأ واحده او مش المبدأ السيستم بيبقى واحد فكرة ان انت عندك اصرار ما انت بتقدر تطوعه لخدمة الوصول لهدف معين ان الهدف ده ممكن يبقى الحصول على شهادة معينة ممكن يحصول على اللقب معين الحصول على مركز معين ترياضة معينة فهو الفكرة نفسها واحدة والناس دي بيبقى عندها قدرة استثنائية على تنظيم وقتها تسمعي اخلابهم يقولك احنا بنصحب من الساعة اربعة خمسة الصبح عشان نروح نتمرن قبل من نروح الجامعة او حتى المدرسة في بعض الاحيان لا انا بترفع معاك جدا ودور العظيم اللي الاهالي برضو بتلعبهم ما ينفش نحن نعديه كده ما فيش قصة نجاح لبطل او بطلة الا لما كان وراهم مساندة كبيرة جدا ودعم وثقة كمان من الاهل دي نقطة في غاية الاهمية بتكون نقطة اساسية